مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم الجديد أخبار سعودي أوتو ولكم العنوية قدمت شركة أودي سياراتها متعددة باستعمالات A4 Allroad Quattro عرضت شركة ليكسيز على منصتها السيارة الكوبي الفاخرة LC500 طرحت شركة BMW سياراتها M2 كوبي الجديدة كشفت أودي عن سيارتها الرياضية متعددة باستعمالات A4 Allroad Quattro والتي أصبحت أحدث عضو في عائلة A4 ويظهر من الوهلة الأولى الشبه الكبير بين هذه السيارة وبين شقيقتها A4 Avant وهي تتميز واجتها الكبيرة والتي يضغى شبك التهوية على جزء كبير منها كما تمتلك الكثير من التجهيزات والأنظمة التقنية التي وفرتها لها شركة أودي الخاصة بالسلامة والأمان والراحة والفخامة المترجمات من المترجمات من المترجمات The car I am about to show you is the result of the combined passion of our engineers and designers And what they created is truly amazing Ladies and gentlemen, introducing the all-new Lexus LC 500 Lexus LC 500 is here to usher in a new era for the Lexus brand عرضت شركة Lexus على منصتها السيارة الكوبي الفاخرة LC 500 والتي تتميز بالتصمير الأنيق والقوي والذي يحمل هوية Lexus العالمية وقد منحت Lexus سياراتها هذه كل التجهيزات المتعلقة بالراحة والسلامة والأمان المحمودة من هذه الشركة العريقة وهي تعمل بمحرك V8 بساعة 5 لترات يولد 467 حصان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر خلال فعالية هذا المعرض سيراتها M2 Copay الجديدة وتظهر هذه السيارة مع خطوط تصميمية هجومية سواء في المقدمة أو المؤخرة مع معدلات أداء فائقة كما يعاد هذا الموديل الأكثر توفيرا في استهلاك الوقود المزود بناقل حركة آري مزدوج القابض بدلا من ناقل الحركة اليدوي يحتاج إلى 7.9 لترات لكل 100 كيلومتر وهو ما يعادل 185 جرام لكل كيلومتر من انبعثات ثاني أفسيد الكربون ولمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا سعودياوتو.com.sa ولمزيد من الفيديوهات اضغط على سبسكرايب للقناة